بل مثقف الإعلامي عيمة دبور معي في هذه الحصة مرحبا عيمة عيشك ومحلة لما معكم محلة لما ولكن نحن ممتنين السعداء متشرفين أن أحدى أيقونات الإعلام العربي تكون بيننا في 100 دقيقة في هذا اليوم حتى تتحول 100 دقيقة إلى هالا شو فلتكون 100 دقيقة في نصف ساعة هذه هالا شو هالا سرحان مرحبا بيك خانصف قولك مرحبا هي كانت تحويل وجهة في آخر لحظة تحويل وجهة في آخر لحظة بس أنا سعيدة جدا أنا أكون معاك النهاردة وأنا أحب هاني بعل أي هاني بعل أحب أهل تونس من أقرب الشعوب العربية إلى الشعب المصري ما فيش فرق بيننا يعني الغناء كان أول رابط بين الشعب المصري والشعب التونسي من أم كلثوم أكيد والشعر بيرام التونسي بيرام التونسي طبعا فكان فيه صنائي تونسي مصري عظيم جدا أهدانة روائع كثيرة أكيد مع كوكب الشرق سيدة أم كلثوم وإذا كنت أتحدث عن تونس فأنا الحقيقة لازم أقولك تونس تعني إيه بالزبط ممكن أتكلم شوية عمي؟ طبعا لكي لكي أنت تتكلمي تعالي لتهم باللئابة بتوحي يعني أولي الألوية أسقطت أسلحك سيك سيك لواء حرب سيكتفي بأنه فاه يبقى مفتوحك يكذل لهاك نجيب تكلم لغة عربية فصحة ولا أنا؟ أعمل ليلة أعمل أمليزية فرنسية فصحة دالجة متكلمين نقص لنغزرول كامل أعمل ليلة أم باهي باهي نجيب بعيد بعديك باهي برشة نجيبه باهي برشة كيف نقوله بتونسي باهي برشة بتونسي كويس لا النهاردة سألوني قالولي كيف المهرجان قلتلهم باهي برشة باهي برشة طيارة طيان أوه دخلت في طيارة بالك أوه دخلت في طيارة فبقولك بالنسبة للشعب المصري نعم تونس فعلا في قلوبنا لما تقول تونس المصريني على طول يجي في تاريخهم مين مين الحبيب بورجيبة أوه حب حب للحبيب بورجيبة طبعا لما تقول التاريخ والسياسة أنت تعرفين أستباهلة أن الحبيب بورجيبة